التنظيمات الإرهابية منذ الثورة وحتى ما قبلها استغلت الأوضاع في تونس لأخذ مواقع لها ولذلك فإن عملية الانتقال الديمقراطي في تونس تظل تسير إلى حد ما عرجا نظرا لعدم اكتمال إصلاحات أمنية وكذلك عدم اكتمال إصلاحات اقتصادية واجتماعية في هذه الأرضية الجماعات الإرهابية تستفيد من ضعف المؤسسة الأمنية وتستفيد من إمكانات استقطاب الشباب وضمهم إلى الجماعات الإرهابية سواء في ليبيا المجاورة لتونس والتي تشهد حالة فوضى عارمة أو بانضمامها إلى جماعات إرهابية داعش وغيرها في سوريا والعراق لذلك يمكن القول أن التجربة التونسية تواجه صعوبات كبيرة في حقيقة الأمر ترجمة نانسي قنقر